بعد 31 سنة يعني إلى أين وصلت مصر بفنها المسرحي في المسرح التجريبي؟ عاملة كده زي رسم القلب طالعة نازلة دايماً في تجارب مسرحية مهمة مرات بتبقى قليلة ومرات بتبقى أكتر شوية دايماً في ناس عشقة للمسرح مرات بيبقى فيه خفوت مرات العاشقين للمسرح ما بيقدروش يوصلوا للمهرجان التجريبي بيبقوا بعيد أكتر لأنه لما حصل أنه كان فيه فرق مستقلة قبل التجريبي أنا عارفة أن أنا نطيت أن دي كنت هتسألي السؤال ده حصل انتشار للفرق المستقلة كان أهم ميزة عملتها الفرق المستقلة مثلاً أنه ما بقاش فيه مركزية في القاهرة يعني دايماً اللي عايز يدخل سينما بيجي القاهرة اللي عايز يشوف مصرح بيجي القاهرة حصل أنه لأ فيه في كل قرية وفي كل مدينة فرقة مستقلة أو أكتر كمان فحصل أنه الناس في ربوع مصر شافوا مصرح مستقلة بمعنى إيه؟ مستقلة عن المؤسسات الحكومية أنا ذاك يعني يعني ما إحناش تبع مصرح القومي الفرقة مش تبع مصرح السلام ما بيطلع لهاش ميزانية لكن بتبقى ميزانية قليلة جهد خاص جهد خاص أو يمكن أو المؤسسات المجتمع المدني ممكن تدعم هي اللي بتماول طب مسلتها بوزارة الثقافة مثلا في الحقيقة مثلا وزارة الثقافة كانت بتدي مكان كان فيه مسرح الهناجر كان مكان مهم وكان فيه ساعتها مركز الإبداع كان هنجر هو كمان وكنا بنعمل بروفات مرات في البارك بتاع الأوبرا فكان فيه هنجر والهناجر المسرح المسرح ليه ناحيتين هو مسرح عميق جدا فبينفع يتقدم فيه عرضين أو عرض واحد يلف العمق ده كله ويبقى فيه هو مختلف خالص ما فيش مسرح زيه في مصر هو ينفع يبقى فيه جمهور الناحية دي وجمهور الناحية دي والمسرح في النص يعني غير الشكل التقليدي لخشبة المصر آه لأ شكله مش تقليدي المفروض انه كان فيه فرق أساسية يعني كان ليه أسماء أساسية أنا حتى قلتها ساعة التكريم بتاع المهرجان القومي للمسرح المصري فالفرق دي كانت لازم تسلم فرق وكان لازم فيه فرق تانية يعني تنبثق من الفرق دي وتنجب أجيال من المسرحيين الجدو دي يعني ما حصلش بالنسبة للمرجوة اللي كنا بنحلم بيها يعني لما فرق بتقفل لما ثلاث فرق بيقفل ويمكن تيجي فرق مكانهم وكمان أكتر من ثلاثة ترجمة نانسي قنقر